الخبر الأول الذي عادنا عن التهجم الذي يتعرض لبيسان إسماعيل وموفلوكس بسبب نارين بيوتي طبعاً بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون ماذا يحدث فبالبداية موفلوكس نزل على حسابه بالتيك توك هذا المقطع الذي كان ببيسان إسماعيل وجاء يعمل تيك توك على أغنية وأتوقع أنه أغلبكم يعرف أنه هناك مشكلة بين موفلوكس حالياً ونارين بيوتي ومديح تونية بعض وبنفس الوقت في بيسان إسماعيل ونارين بيوتي بينهم علاقة الصداقة ومنزلين أكثر من مقطع سوى فهوائم الأشخاص التهمه وبيسان أنه هي خائنة صديقتها وطبعاً نفس الشي على موفلوكس الصراحة لا أدري اكتبونا ما رأيكم هذا الخبر بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن ريدر ورده على طارق الباشا ومحمد جواني بويسام وأحمد ابو الرب وعمر الكيلاني فريدر نزل على حسابه بالإنستقرام شوية تستوريات يوضح بها هواية أمور ولكن شوية كان ليحتي بالألغاز فراح أطو لكم ياه وبنفس الوقت أشرح لكم ياه أنه أنتو لازم تقدرون نجاح العالم يعني أشوف عالم مثلا تقول لك ها هذا مشهور والله من برنامج اسمه تيك توك هذا مشهور والله من هيج هذا مشهور طول ما هو صار مشهور أو سوى نجاح بهذا الشي فأنت ما يصير تجي تقول له والله أنت مشهور من هذا الشي لأنه هو سوى شيء أنت مدد تقدر توصل له فأنت مدد تسوي شيء أحسن منه تقدر أنه أنت تنتقد إليك حق أنه أنت تنتقد أوكي بس أنت قاعد بمكانك وأنت ما وصل للإنجاز اللي هو مسويه وتجي تنتقده فهذا الشيء فهذا الشيء أصلا ميجوز يعني أنتو أنا حبكم تكونوا نوعين تكونون أنت تعرفون شنو داي يصير مو أنتو بس تجون تعلقون إن كان واحد يحتي علي أو ممكن أنت أنا داع حتي على أحد أو كل هذا لما يصير حلو واحد يكون بكي ويعرف أنه شارلات تدي تصير قبل ما هو مثلا يكتب تعليق أو يسوي هاي شارلات كلها طبعا هنا يقصد أحمد أبن رب والأشخاص اللي يتهموا أنه هو اشتهر على اسم ياسو ويجب مشاهدات من وراها فهو يقول صحيح ممكن هذا الشيء صار ولكن هو اشتهر بتعبه وحتى أي طريقة هو اشتهر بها لازم تقدروها أنه هو تععمود يوصل هذا الشيء الموضوع الثاني اللي هو أنا ما أحب أطلع خصوصياتي على اليوتيوب أو على الانستغرام أو أي مكان يكون أشوف أنه شغلة جدا غير يعني حياتي الخاصة هي حياتي الخاصة حياتي يعني شغلاتي باليوتيوب اللي أنزله إنه محتوى على اليوتيوب اللي أنزله يختلف تماما عن حياتي الخاصة مثلا أغاني الراب اللي أسويهم تختلف تماما عن حياتي الخاصة يعني أكو شخصية ريدر كرابر اللي هو ينزل أغاني لكم ويحاول يخليكم تستمتعون به الأغاني وأكو شخصية ريدر اللي هو كيوتيوبر يحاول يخليكم تستمتعون به فيديوهاته وأكون أنا شخصيتي الخاصة اللي أعيشها بحياتي الخاصة ويا أصدقائي ويا أهلي ويا شغلاتي فهذولي ما أحب أطلهم على السوشال ميديا لأنه هذا الشيء أحسه غلط لأنه هاي شغلات تخصني أنا شغلات خصوصيات إلي فأنتوا من تفوتون على اليوتيوب راح تشوفون هاي شغلات مثلا عالم تحاول أطلع خصوصياتي هنا أنا يقصد طارق الباشا وأنه هو نشر خصوصيات على الإنترنت فيقول إنه هو شخصيته حاليا سواء كان نصاب أو سواء كان إنسان طيب هذي شخصيته بعيدة كل البعد عن يطلع بيك يوتيوبر أو يطلع بيك رابر فيقصد إنه هو بالواقع الشخصية وبالسوشال ميديا حاليا هو شخصية ثانية أو عالم تحاول تحكي علي حتى إنه مثلا شافوني أنا مثلا دا سوي إنجاز أو إحنا مثلا شغلنا بدأ يكبر بدنا نوصل إنه الفد مكان في هذا وغير عن هي شي أحب أقولكم إنه أنا باليوتيوب تعاملت ويا هواي عالم تمام ومنهم ياسو اللي هي مثلا ليش أضرب لكم مثالي بياسو تعرفوا ليش لأنه ياسو يعني هي أصلا كانت طالعة من مشكلة تمام وأني شافتني يعني أنا كنت أقدر بهذاك الوقت حتى لو أسوي ويا ياسو مثلا شي غلط يجوز ما راح تقولكم ياسو لأنه هي أصلا طالعة من مشكلة تفتهمون عليه غير عن هي شي أكو غير هواي عالم وأني اشتغلت وياهم وسوينا شغل شغلات كل الشبير وشغل كل الشبير مع أنه هذول العالم من الله أنه ما حتش أول شي صدوك محمد جواني ويسام تكيت وعمر الكيلاني هو اللي كانوا يشتغلوا وياهم وحاليا عندهم مشاكل وياهم ما أدري صراحة أن يكتبونا شاركهم اللي قاله بالكومنتات الخبر الثالث اللي عادنا عن أنس الشايب وبيسان والمشكلة اللي صارة بيناتهم طول ما يحتاج أقول إنه هي مو مشكلة كبيرة ولكن أنس أطلق المفاجأ على حسابه بالإنستغرام إنه حينزل باتشر مقلب ببيسان اسماعيل وحيكون مقلب البوسر فبيسان ردت عليه على حسابه بالإنستغرام كتبت له أحقر مقلب شفته بحياتي فيرجع يرد عليها أنس تستاهلي وأخيرا انتقمت منك فتحذر ببيسان اسماعيل وتقول له بسيطة وحياتك مردودة فيختم أنس الشايب يقول شو ما عملتي ما رح يكون أقوى من هذا المقلب فتختم ببيسان وترد عليه وهي تهددها تقول له أوكي الأيام جاية باي طبعا هذا المقلب اللي يسواه أنس الشايب رح ينزل على اليوتيوب على قناة أنس الشايب اليوم الساعة بالسبعة وبس والله هنا وصل نهاية المقطعة لا أتمنى المقطعة جوكو من تنسوه تحطوا لايك وشتركوا بالقناة تشانيوكو فهيدي زي مقالات مملكة القصص وبس مع السلامة